بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويسلع بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقجامكم والذين كفروا فتعسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين نفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مخوى لهم وكأي من قضية هي أشد قوة من قضيتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوه ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تبواهم فهل ينظرون إلا الزاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة واذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيكم إن توليكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم لبد الشيطان سول لهم وأملأ لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرغوا ما نزل الله سوطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في غلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحل القرول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونفذ وأخباركم إن الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترقوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولا وإن تؤمنوا وتدعوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم أموالكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أرغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبقل فإنما يبقل عن نفسه والله الغني وأنكم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم هم لا يكونوا أمفالكم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا